السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه ربكم اولف خير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وشايفين اللي احنا شايفينه ده مع بعض طبعا هيا دلوقتي يا بتورينا ازاي بتنظف الكنب فيديو النهاردة لسيدات تركية شايفين طبعا استخدمت الكاربوناتو بتحط الكاربوناتو موجودة كده على الكنبة وبتسيبها المدة يعني فترة زمنية ممكن قولي نص ساعة وبتبدأ بعد كده تشفوتها كويس جدا بالمكنسة بتشفوت معاها كل اوساخ والاتربة والحاجات والبقع بقى الموجودة على الكنب وكده وفكرتها حلوة جدا ناس كتير جدا بتستخدمها كمان في المراتب وكده شفنا كمان الفكرة اللي بعد كده بتاعت الترابيزة الخشب اللي هي عملتها وكمان هنا كمان من كارتونة قديمة عندها قدرت تستغلها وتعمل الكارتونة بشكل حلو جدا زي منظم كده شكله حلو قد ايه بتستغربه جدا ان ده كان شكل الكارتونة في الاول هنا كمان برضو الحاجات بقى الطباعة وكده ده طبق ايزاز طبعا بيريكس كده موجودة عندها بدأت تيجيبه وتحط عليه الحاجات الخاصة كده بالطبع ده طبعا اللي هي رثمات المطبوعة الجهزة وبعد كده مادة كمان خاصة بالايزاز جدا ما شفنا كده مع بعض طبعا قبل ما تكملوا معايا فيديو النهاردة انه طبعا كله افكار حلوة جدا ما تنسوش اللايك وبزعل جدا من الناس اللي تتفرج على الفيديو بتنسى تحط وتضغط على زر اللايك ومبسوطة جدا من المشتركين الجداد اللي معايا في القناة وطبعا ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس عشان نوصلكوا كل الاشعارات بكل الفيديوهات اللي أنا بنزلها ويلا بينا نكمل فيديو النهاردة ونشوف فيديو النهاردة والافكار الحلوة جدا اللي فيديو النهاردة هي طبعا هنا كمان برضو بتورينا طريقات تنظيف اللي هي الطريقة العادية جدا بالمسحوق العادي وكده المهم هنا كمان بتورينا اي كاس قديم عندها بدأت تجيب برضو الحاجات اللي هي الخاصة بالرش وكده اللي هي الحاجات الخاصة باللزبري بتاع الدهان عمتا وبدأت طبعا تعيد اعادة تدوير لدكورات اللي موجودة عندها ودي كمان مقلية قديمة شايفين برضو من مقلية قديمة هتعمل ايه؟ ده دي كور حلو جدا برضو شايفين بقى بورق اللازق بتاعها وعملت كمان باللزبري بتاع الدهان هتغير كل الشكل بتاع المقلية دي طبعا تشوفوها في الاخر هتقولوا مستحيل يكون دي مقلية خالص شايفين طبعا بقى باللزب اللي بدأت الزبري دلوقتي اللي هي الحاجات المطبوعة الجهزة وبدأت تحط عليها كمان المادة الشفافة اللي بتمنع الانية لو مهما غسلتيها او كده يعني متأثرش عليها شايفين وعملت طبق كده طبق زينة كده شايفين زي ستند كده شكله حلو جدا زي طبق فاكهة طبق بقى كحك وبسكو تعارفين بقى انتو الحاجات المميزة الحلوة دي طبق زينة كده اكسيزوريز يعني معنى اصحي محطوط كده عندك شكله حلو هنا كمان بعلب اللبن بتاعت الاطفال شايفين برضو عاملة ديكور حلو جدا زي ما احنا شايفين عملت منه العلب بتاعت آآ اليا القاف ميكس بقى والكابتشينو والبكتاب بتاعت الشاي وكده اللي بتحطيها عندك في المطبخ في جنب كده شكلها حلو جدا هنا كمان برضو دي ترابيزة قديمة بدأت تعيد كده تدوير بتاعت ترابيزة وهتعمل عليها رسمة حلوة جدا شايفين عملت منها ترابيزة مدرن شكلها حلو وجميلة جدا هنا برضو بعد كده هنشوف ده طبق كمان برضو قديم موجودة عندها هتعيد تدوير كل الكلام اللي هنشايفينه ده مع بعض دي طبعا كلها رسمات يقدروا تعمليها بأي مكان التصوير عندك او بتاخدي رسمات معينة وشايفين بعد كده بتجيب المادة الشفافة المادة الشفافة دي المادة الشفافة دي عشان تخليها ضد الميا يعني مهما تخسريها او كده ما تتأثرش بالميا طبعا كل الدهانات والاسبريهات دي موجودة طبعا في محلات الدهان واسعارها كمان مش غالية خالص يعني فيه ناس بتفكر ان الحاجات دي مثلا مع الدهان العلبة الاسبريه مع الدهان 200-300 جنيه لا طبعا يا طبعا تبقى درجات برضو فيه طبعا الألواع الغالية وفيه أنواع الرخيصة فيه الألواع المتبسطة حسب طبعا انت وإمكانياتك بس طبعا كمان لو انت عندك الحاجة قديمة او حبة جددية هي كده كده قديمة انت يدوك بتعملها اعادة تدوير فطبعا هتصرفي عليها حاجة بسيطة جدا هتديلك يعني منظر اجمل بكتير شايفينها طبعا ده برضو الكمود اللي هو القديم شوية شايفين غيرت في شكله ازاي تحول لدرجة تانية خالص من الجمال والحلوة والشياكة هنا كمان برضو شايفين طبعا ابنها هنا بدأ يدخل معاها برضو حايفة نوبا يسعدها هي هنا بتورينا نية بتعمل عارفين اللي هي الطبقة الحجر بتاعت الدهان بدأت تعمل هنا الدهان اللي هو الحجري وعملت طبعا بأيديها زي ما احنا شايفين وطلع معها حلو جدا هنا برضو هنشوفها تعمل ايه ده طبعا دي ترابيزة عندها وكرسة قديمة طبعا بتعيد تدوير كل حاجات اللي احنا شايفينها دي مع بعض ترابيزة قديمة كرسة قديمة تبدأ تجيب كل الحاجات دي وتعيد تدويرها وتعمل الالوان العصرية الحلوة اللي احنا شايفينها بقى الفوشيا والاخدر والبينكي الكلام الحلو ده كله هنا كمان برضو من حاجة قديمة جدا ده برطمان قديم حطت في الشمع وده تعمل خلط السنان المنظم الحلو او الشكل الحلو بتاع الشمعدان الحلو الشيك ده فطبعا فرق جدا في الشكل وشكله قد ايه حلو جدا هندخل بعد كده على فكرة عجبتني او شايفين جابت بذر اللي هو البذر الخاص بالتفاح هيتفاح طبعا احمر اصفر ايه لون موجود عندك اللون الاخضر ايه زي ما تحبي وحطت عليه شوية زيت زتون وشوية جليسترين وبتقول ده حلو جدا للايدين وقعوب الرجلين وكده خاص طبعا طبعا في الشتاء دخلنا بعد كده على فكرة تانية حلوة جدا بالشراب الشراب اللي هو الحريم اللي احنا عارفين بتاعي الستات بقى والبينات اللي هو الخفيف جدا التل ده بدأت تجيبه وتشفوتي بقى بكل الحاجات بقى اللي دخل عندك تحت السرير تحت الكنب هتشفوتي طبعا بقى مكعبات والعاب زي ما تتخيلي هنا كمان برضو عماية منظم حلو جدا بالهو الخوص واللحبال بتاعة الخوص دي واللحبال بتاعت عارفين انتو القماش بتاع الخيش ده افكاره بتكون روعة وكمان ده طالع موضة بطريقة رهيبة جدا اللي هو القماش اللي مدي عارفين القماش اللي مدي على الشغال بتاع القطن كده عمتا هو ده هو ده بقى لانتو مش متخيلة اللي هو قماش رخيص ومش غالي بس بيعمل معاك افكار غالية جدا هنا ده برضو كمان برطمان كده ازاز معاها كبير هتحاول تعيد تدوير وبتستغل له استغلال كده حلو جدا مش هتتخيله ابدا في الاخر ان ده شكل البرطمان القديم شايفين عمت منه زي فوزة كده زهورية شكلها حلو جدا هنا كمان برضو بتورينا بقى طرقها في التنطيف عملت خلطة كده حلوة برضو عملت خل خلطة دي فيها عبارة عن ايه خل وملح لامون وكربونات وبردو شايفين بتقول بقى في تلميع الازاز والمريات مفيش بعد كده تقول فكرة حلوة جدا هنا كمان طبعا بقى كانت هنا عاملة الجبنة الفلاحي شايفين طبعا بقى في حبة تورينا ان هي ازاي بتعمل الحاجات دي تقول زيها يعني كل الشغل اللي كل الستات بتقوم بيه بقى في بيوتها هي بتعمل الكلام ده كله هي طبعا زوجة وام وكمان بتقوم بمسؤوليتها نحية اولادها ونحية زوجها وكمان بتعيد تدوير الحاجات اللي احنا شايفينها دي مع بعض وبتعمل شغل حلوة جدا كده زي ما احنا شايفين يعني ما شاء الله عندها مواهب متعددة جدا دي بقى اللي يتقلك عليها الست اللي جننت كل الستات يعني ما شاء الله كده عبر يتهبن لكل الستات كل الستات دلوقتي ما شاء الله حتى كمان عندنا هنا في مصر كلنا نفسنا دلوقتي نقوم وندهن بيوتنا ونغير الالوان لغمق الالوان فتحة ونجدد ونعمل ديجورات حلوة جدا هي كل افكارها حلوة قوي بحاجات بسيطة جدا ومش مكلفة هتعيد تدوير كل الحاجات اللي انت نفسك تغيري نظامها دا كورتة قديم كان مرمي عندها شايفين بقى صلحته وقالت لا لازم ولابد ان هي تغير الدكورات بتاعته هنا كمان برضو دا الكيس بقى بتاع مكدونرز عارفين طبعا ما انت يكوني جايبا الاكلتك او اي عمتا عارفين بقى لوراق اللي هو بيكون جايلك فيه دا بقى الكيس او الشنطة اللي جايلك فيها الاكل يعني حتى الكيس دا ما عتقتهش بمعنى اصح قالت لازم انا استغله احسن استغلال جابت الكيس كده وشايفين عملت بقى الاشكال دي كلها وبدأت تدبسه بالوراق اللي هو في الخيلة بتاعت الشيش طبوق بقى او الخيلة بتاعت البط الحاجات دي الخيلة الطبيلة وعملت ورق الشجر يعني شايفين من حاجات بسيطة لا تسكر قامت وعمل ديكورات جامدة جدا هنا برضو الفكرة دي عجبتني قوي بتاعت الصينية صينية المونيا قديمة وبرضو جددتها واعادت تدويرها هنا كمان برضو هتعمل بيها المنظم الحلو دا زي كده ديكور عندك في البيت في جنب شكله حلو جدا وحطت له الزرع وضفت له لمسة بسيطة كده ففرقت جدا في الشكل بتاعه طبعا زي ما احنا شايفين هنا برضو الابازورة دي قالت بتاعت النجفة قالت مسلا برضو اللون بتاعها موف فنا عايزة غير الديكور بتاعته قامت وجابتها طبعا النجفة دي موجودة عندنا في بيوت كتير جدا قامت وجابتها كده وديتها وش دهام برضو الدهام بقى اللي انت تحبيه اللي سبري وكده وطبعا دي الوصف اللي انا كنت نزلها اتراه لكم في الفيديو بتاعي مبارح كل الناس برضو عجبتها جدا وكانوا عايزين يشوفوها اكتر وقالولي يحكي لنا عنها هي جابت هنا الالوفيرا اللي هو الصبار ونزلت منه اللي سبحان الله يعني خلطة ربانية كده ربنا يعني من احنا كده الحمد لله حاجات حلوة جدا دي حاجة طبيعية مفيش بعد كده حطت عليها شوية جريسرين والفزلين الطبي اللي موجود طبعا في الصيدليات وتحبط عليها اي كريم بقى عايز تحط عليها فزلين عايز تحط عليها اي حاجة تانية مرطبة عندك امسحي منها بقى على ايديك كده وعلى كعوب رجليكي نعومة مفيش بعد كده هنا برضو الفكرة بتاعي تنظيف التكييف دي من جوه شايفين فكته ونظفته ازاي فكرة حلوة جدا انا صراحة اول مرة كنت تعرف المعلومة بتاعي تنظيف التكييف دي من جوه عامة اتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها واشوفكم ان شاء الله على خير بالفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة